الحمد لله رب العالمين الفلسطيني المتجنس سوري طبعا له ردود طويلة ما سمعته كلها لأنه يطيل بالكلام لكن مجددا أحدهم اتباع المتعصمين له أرسل لي مقطع في التعقيب على كلامي وهو أنه يعني يبالغ يقول ما نقول عن شيء كفر وكافر إلا أن يكون في دليل عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمثلا يشدد في موضوع أن من ذبح لغير الله فقد أشرك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعنى الله من ذبح لغير الله ما قال فقد أشرك ولماذا تكون أشرك وتتجاوزون فأنا ضربت المثلا قلت بعض الناس يقول كلمات كفرية وما الدليل عنه كافر أو أنه ليس بكافر عندك فقلت لما كما لو قال قال الله يموت فشدد عليه كيف تقول الله يموت مش أنه يقول الله يموت أقول لك إذا قال قائل إذا قال قائل الكفار يقولون كل شيء مرحد يقول كل شيء لكن إذا قال قائل الله يموت فما حكمه هو يقول هذا الكلام طبعا شدد عليه لماذا تقول هذا الكلام في حق الله عز وجل سيقول لي أنت شتمت الله أنا ما شتمت الله ثانيا هذا حقيقة الناس تقول هذا الكلام وقد ذكر الله في كتابه على اليهود أنهم قالوا يدو الله مغلولة رد الله عليهم جل وعلا وقال غلت أيديهم وقال لعنوا بما قالوا بل يدها مبسوطتان كلامه شنيع جدا وقاله الله عز وجل في كتابه ومن المعلوم أن ناقل الكفر ليس بكافر كما أن الله نقل أو ذكر الله لنا في كتابه أن اليهود ماذا قالوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فيوجد من الناس من يقول الله فقير فما حكمه ما حكمه نريد دليل على مذهبك هذا أنه لما كان في دليلنا يقول كافر فإذن ما نكفره كما أن ما في دليل أن من ذبح لغير الله فقد أشرك فلا لا تجاوز نقول لعنى الله من ذبح لغير الله ولا نقول فقد أشرك مع أنه يعبد الله بهذه الذبيحة يعبد غير الله بهذه الذبيحة تقول لا تقول أشرك لأن ما في دليل طيب ما الدليل الذي يسب الله عز وجل ما اخترعنا شيئا هذا موجود وعندكم في بلاد الشام مشهور جدا سب الله عز وجل نريد دليل من الكتاب والسن على أن الذي سب الله عز وجل كافر أو عندك أنه ليس بكافر هذا بيجمع العلماء إلا الإعلاميين على هذا شيء آخر وأنت من الإعلاميين لست من العلماء فما الدليل على أن الذي سب الله عز وجل كافر أو أنه عندك ليس بكافر نريد كلامه صريحا أما هكذا يعني تبين للناس كأنني أنا سأتي لله عز وجل وأنني سبيت الله عز وجل أنا لا سبيت أنا أقول لك ما حكم الذي سب الله عز وجل وهذا موجود أو ليس موجود موجود حقيقة الجهمية قد ملأوا الكتب وسودوها بالكلام الباطل في حق الله عز وجل يعني ما أمر عليك إذا أنت كنت تعرف العلم ما أمر عليك أن الجهمية يقولون الله عز وجل لا موجود ولا معدوم لا داخل العالم ولا خارج العالم لا حي ولا ميت كل ذلك هرب منهم أن يثبتوا الله عز وجل الصفات قال إذا قلنا حي مثلنا بالأحياء وإذا قلنا ميت مثلنا بالأموات فهو لا حي ولا ميت ونقول لا داخل العالم ولا خالد العالم هذا كله كلام موجود فما حكم هذا الكلام والآن قد قيل يسبون الله عز وجل ويقوم في حقه لا موجود ولا معدو ويقول لا حي ولا ميت ويقول لا داخل العالم ولا خالد العالم ويسبب الله عز في بلاد الشام عندكم في الأسواق ما حكمه ان قلت كافر فما الدليل على مذهبك لابد من دليل مع ان هذا اجماع ان اللي يسب الله عز وجل كافر بل الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام كافر ومع ذلك انت تقول لابد من دليل لانك انت ما تفقه الدين تريد ان تقض بالدليل دون ان تفهم الدليل فاذا كان هناك ما هو اقل من الذبح لغير الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركة كمن حلف بغير الله فقد كفروا اشرك من علق تميمة فقد اشرك هذا اقل بكثير من من يتعبد غير الله يتقرب اليه بالذبيحة وقد قال جل وعلا قل ان صلاة ونسك يعني ذبيحتي ومحيام ومات الله رب العالمين لا شرك له وبذلك امرت وانا وال المسلمين لا شرك له فالذي يذبع لغير الله اشرك بالله هذا النص قرآني انت ما تفهمه ما عندك فقه وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله بخير فقه في الدين انت ما فقعت في الدين فلعل الله عز الصرفك عن فقه في الدين لان الله يقول في كتابه فصلي لربك وانحر يعني وانحر لربك فقرن الصلاة والنحر ان يكون لله عز وجل طيب الذي يصلي لغير الله او يرحم لغير الله فقد اشرك لذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله قال لعن الله من ذبح لغير الله ولماذا ملعون ماذا فعل تقول واحد يذبح ذبيحة يأكلها ويكرم فيها الضيف ملعون لا ليس بملعون لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فلعن الله من ذبح لغير الله لماذا لأن ذبحها على سبيل عبادة المذبوحي له أصلا من ذبح ليس على سبيل عبادة المذبوحي له لا يكون ملعونا بل قد يكون محسنا كما لو ذبح قربة إلى الله عز وجل كما ذبح إكرام للضيف كما لو ذبح لإطعام المساكين وتصدق بها لكن ما استحق اللعن إلا لأنه يذبح ذبحا محرما لغير الله عز وجل فلذلك أهل الفقه اللي وفقهم الله الفقه قالوا أن من ذبح لغير الله فقد أشرك فأنت تشنع أننا نقولنا كلام في حق الله وشتمنا الله وأنك ما شاء الله متورع ما تقول هذا الكلام ما قلنا في الله عز وجل إلا الحق بحمد الله عز وجل لكن نقول مقالات أهل الباطل ما تقول بها كيف ترد عليهم هل تقول أنتم ما عملتوا شيء ما في دليل اللي يقول الله لا موجود ولا معدوم ما في دليل ما في دليل خطأ اللي يدعي النبوة ما في دليل وكافر خطأ اللي يسب الله عز وجل ما في دليل خطأ اللي يقول يدو الله مغلولة ما في دليل ربنا جل وعلا قال غلت أيدهم ولعنوا بما قالوا ما قال كفروا هكذا أنتم منهجك والذي يقول إيش إن الله فقير ما الدليل إن الله فقير فقد كفر ما قال الله عز وجل الله إيش إنهم كفروا ما قال لكن أنت ما عندك فق وترب الناس على عدم الفق وتدعي لنفسك أنك أعلى من الناس ومنذ قرون طويلة ما جاء أحد مثلك ما خلق الله في الكون مثلك حتى يأتي عيسى مريم يعني يقول أنك المهدي حتى المهدي والله ما يدعي ما تقوله على الأقل المهدي عنده أخلاق أنت ما عندك أخلاق تصب بالحياة والأموات وتتكلم بغير علم وتتجنى السوري من بشار لحد الآن ما استطعت أن تنفي وتقول ما أقضت الجنسية وحسن يقول أنت استرنت الجنسية تقول له الله يبارك مبروك عليك الجنسية وصلى الله وسلم بارك على محمد وصحبه أجمعين